رسالتنا الحقيقة في هذا الموضوع لكل مواطن ولكل مواطنة ولكل مقيم على أرض هذا الوطن هو أن نحذر الحقيقة من شبكات التواصل الاجتماعي خاصة من المعرفات التي تتحدث عن شخص مجهول شخص لا تعرفه ولا تعرف هويته ولا تستطيع أن تثق فيما يقوله لك سواء كان هذا الأمر مصدره إشاعة أو مصدره تحريض على عمل إرهابي لأنه في نهاية المطاف لم نبادر إلى حماية أبنائنا من مثل هذه المعرفات فقد نكون تأخرنا كثيرا في أن نحميهم من أن يستخدمون أداة في جريمة إرهابية كما تضح لنا من غيرهم الحقيقة من من تم التعامل معهم وخاصة في الجرائم التي شهدناها في الفترة الأخيرة وتم تناولها وشرح ما توفى لدينا عنها الشائعات سعدت اللواء ستسهم في إقلالها؟ الشائعات أخي الكريم نحن نبذل ما في وسعنا لكن نحن نقول دائما على كل إنسان أن يتحرى عن الحقيقة وأن يبحث عن الحقيقة من المصادر الموثوقة اليوم نحن نعيش في عالم فيها العديد من الصحف الموثوق فيها في العديد من قنوات التلفزيون والإذاعة المعروفة والتي تمثل جهات رسمية موثوقة لا يمكن أن أبحث عن الخبر أي كان هذا الخبر أو أن أتفاعل مع خبر يأتيني من مصدر مجهول كل ما يأتي من مصدر مجهول لا يمكن الثقة به والمجهول الذي يبث خبر إذا كان واثق مما يبثه فلماذا لا يظهر هويته ويكون صريحا مع الناس حتى تستفيد الناس مما يتوفر لديه من معلومات